السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس سياريت قبل ما نبدأ خبرناه نتساش نعمل لايك نشتريك في القناة وقبل دا كلهم صالح سيدنا محمد اللهم صالح يا سيدنا محمد والنهاردة طلت علينا صمارة بحاجة جميلة جدا 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 ودعاء جميل وكلام جميل جدا انه طبعا افضل حاجة ان انت تصلي على سيدنا محمد اللهم صالح على سيدنا محمد يوم الجمعة فاكسروا من الصلاة على سيدنا محمد وكمان ان فيه ساعة لايوافق عبد الله يعني ودعاء استجاف فيه ساعة مستجاف فيها الدعوة في يوم الجمعة يا ربنا يا رب يجعلنا من ان احنا يعني نكون موفقين لهذه الساعة ويقال فيه ناس بتقول ان الساعة دي ساعة يعني الصلاة صلاة الجمعة وفيه اراء اخرى يعني اخرى بتقول ان هو الساعة اللي ما بين المغرب والعصر يعني اخر ساعة ابل ما المغرب يضل والله اعلم ونا من اكتهد وندعي ربنا يستجيب بنا جميعا اللهم امين ومش بس كمان كده بتذكر الناس ومش بس بيتذكر كل المحبها ومتابعيها بقراءة سورة الكهف لان هي بتنور ما بين الاسبوعين واحنا كده من ويحنا الضيارين متعودين اللي ما يسمعش الخطبة بتاعة الجمعة واللي ما يراش سورة الكهف يفضر كسلام من الاسبوع للأسبوع فطبعا نوزي حضراتكم بقراءة سورة الكهف لانها بتنير ما بين الجمعدين ومش بس كمان بتظهر ببكي ورد لونه احمر وان هي فرحانة بيه جدا وانه هو هدية من حد لكن ما قالتش من الحد ده ولكن هي فرحانة بيه ربنا ويا رب يفرح قلبها دايما وفرح قلوب حضراتكم ويفرح قلوبنا جميعا يا رب العالمين وبنا يدخل السرور والفرحة في قلوبنا ولعلها تكون يعني ساعة اجابة دلوقتي امنوا على الدعاء ويدعوا لبعضكم بالخير زي ما نقول دايما الخير لما تتمنير غيرك مش هينقص منك حاجة بل بالعكس هيجي لك اضعافه ربنا يا رب يجعل لنا الحير دايما اللهم امين يا رب فرح قلوبنا ويسعد قلوبنا وحقق لكل واحد يا رب كل اللي بيتمنى ان شاء الله النهاردة كده ما يعديش إلا وكل واحد يكون يسمع ودانه تسمع ان الدعاء بتاعه اللي او الامنية اللي نفسه فيها طول الوقت يا رب ان هي تستجيب ربنا يوفقك ويوفقني ووفق الجميع يا رب العالمين وفرح قلوبنا جميعا اللهم امين شو حضرتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اين اشارت للآية اللي في سورة البكرة يقول وبيه المرضى فزادهم اللهم مرضى لهم عذابون قليبون بما كانوا يكذبون اكيد الآية مش محتاجة توضيح ربنا يهدي نفوسنا يا رب ويهدي نفوس الجميع اللهم امين